هنعمل مع بعض النهاردة السمك السنجاري بتركات المطاعم مش اي سمك سنجاري ولا نشفة في الفرن ولا طعمها مش حالو زي طريقة المطاعم بالزبط زي الزبدة صفرتنا النهاردة بقى ايه كلها شياكة ودلعة كده وحاجة تفتح النبس بسم الله والصلاة والسلام وفي عرض ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله وده السمك اللي انا جبته اهو دابوري اول حاجة هعملها لازم انقضف السمك كويس قوي السنجاري اللي هعمله بتفتح من الظهر ومس من البطن لان لو فتحتها من البطن هلاقي اللحم بتاع السمكية قافل على بعضه وهيبقى حجمها صغير فبفتحها من الظهر عشان تديني وسع زيادة بعد ما اغسله ابدأ اقشر بقى السمك كده واشيل الزعانف بتاعته وافتحه كده من الظهر واسيب الرأس سليمة زي ما هي وباشيل الخياشين بتاعتها وبفرغها كده كلها عشان حشوة الخضاري الجميلة اللذيذة اللي تتاكل لوحدها وبنظف كده بره ومن جوه وبشيل برضه اي حاجة فيه مش مستحب ويبقى معايا زي العسل وبرضه مش شرط بوري ممكن مكريلا او بولتي بس الاطعم البوري دول اصل السنجاري تعالوا بينا بقى نشوف المقدير وبعدين ندخل على التحضير معايا هنا البوري بنختار طبعا الحجم الكبير معايا هنا طوم مفروم بصل بهرات سمك بتدي طبعا للسمك طعم وريحة معايا برضه الطماطم وفلفل رومي وممكن تحطي حرق عادي لو بتحب الاكل سبايسي ومعايا عصي اللمون ومعايا الخضرة انا هنا جبت بوري ومكريل وممكن نعمله ببولتي كمان مفيش مشكلة تمام عندي هنا بقى بهرات السمك عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة توم بودر معلقة كبيرة كوركم معلقة كبيرة كوزبارة ناشفة ومعلقة كبيرة كامون معلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة حبهان دي خلطة السمك بتاع المطاعم سواء بقى سمك ماشوي سنجاري مقلي اي نوع سمك ما شاء الله عليها بتخلي الريحة والطعم مفيش بعد كده بتدي للسمك طعمي وريحة الجاهز بالزبط تعالوا بينا بقى نعمل التدبيلة مع بعض اول حاجة التدبيلة الاساسية هجيب كده بولة وانزل كده بالتوم المفروم وبقطر التوم شوية وبعدين اجيب البهرات انزل كده بالكوزبارة الناشفة بتدي بقى ريحة حلوة جدا وبعدين ابتأ انزل ببهرات السمك دي كلها ونزود منها بتدي طعمي وريحة ماقول لكوز ملهاش حل وطبعا بقى ننزل برضو بالكمون وهو روح السمك وملح وهنقلب بقى كل ده مع بعضه بالشكل ده وبعدين انزل عليه بعصير الليمون كده وشموا بقى الريح وبعدين اقلب وبرضو انزل عليها بشوية زيت والتدبيلة تبقى سيلة بالشكل ده شوفوا لونها بقى ولا ريحتها بقى ماقول لكوز تعالوا بقى نعمل التدبيلة التانية اجيب بولة كده برضو واول حاجة انزل كده بالطماطم متقطعين كده مكعبات وبعدين انزل عليها بالفلفل الرومي زي ما قلتلك برضو عاوزة تزود فلفل حامي دي طبعة راحتك لو بتحب يعني الاكلة سبايس وبعدين انزل عليها كده بالبصل بالشكل ده وبعدين انزل عليها بالخضرة بتاعتي او بالشبت مش مشكلة من اكتر الخضروات اللي بتدي طعم للسمك طبعا في منتهى الجمال وبعدين اقلب كل ده بقى كده مع بعضه اه هجيب بقى كده عندي التدبيلة السيلة اللي انا عاملها وانزل منها كده بشوية على الخضار ده عشان تطعمه لي كده وقد طري براحتك عادي مش مشكلة لاني دي التطعيمة الاساسية للسنجاري اصلا وافضل اقلب فيها كده شوفوا بقى التركاية الجميلة اللي هتيجي دي انزل عليها كده بشوية زيد عشان يحافظ لي كده على الخضار ان مش يتبل كده في الفرن ويخليه يمسك في بعضه على السمكية بعد كده بجيب الفويل بتاعي كده وبقطعه بالحجم ده وانزل عليهم بمعلاقة زيد ووزعها بالشكل ده شوفتوا بقى التركاية دي عشان السمكة مش تلزق وتتهري معايا في الفرن وبعدين انزل بشوية ملح عشان يتبلولي السمكة من الجلد نفسه وعشان برضو السمكة تتبل ولما تيجي تاكلوا السمكة من بره ومن جوه تلاقوها متتبلة وطعمها حلوة معاك تمام كده وبعدين انزل بالسمكاية الجميلة بتاعت دي شوفتوا السمكاية جميلة ونظيفة ازاي ولا اشل من بره ولا زعانف ولا اي حاجة وبتلمع وزاي الفويل وابتدي الفويل حواليها على شكل قارب كده بفضلتني فيها بعمل زي الحاجز كده عشان اي سويل والخلطة اللي على السمكاية تستفاد بيها وحاوت السمكاية كده بالمنظر ده بصوا هادهلكم او بره كمان برضو اجيب الفويل كده وانزل عليه بالزيت وانزل بشوية ملح وبعدين اجيب السمكة تاني السمكة اللي عندي بالمنظر ده واحطها بالشكل ده كده والف حواليها الفويل بالمنظر ده هعمل انا بقى كمية السمك دي كلها اجيب بقى كده فرشة معايا وابدأ اتبل السمكاية بالتدبيلة السائلة الاول وانزل على كل مكان في السمكاية بالشكل ده ده بقى اساس تدبيلت السمك بصوا انت لو عايزة تدخليها كده الفرن ومش عايزة فيها خضار تمام عادي مش مشكلة بس بديلها بس ايه عصرة لمونة كده على الوشي وبعدين ادخلها الفرن بالمنظر ده اهو اه بعد ما خلصت كده كله دهنتوا كده بالتدبيلة اللي معايا السائلة دي اجيب كده الخضار الجميل ده وانزل بيه على السمكاية وابدأ بقى حشيها وكمان من عند الراس كده عاوزة تزودة او تقلل دي حاجة طبع راحتك انت على شوية رزة بيض بقى مع الخضار ده ده اصلا اكلة لوحدها ما شاء الله شوفوا بقى الحلويات ولا شكل السمكاية كده مع الوان الخضار الجميلة دي ما شاء الله تفتح النفس اكلة سهلة وسريعة وممكن تقدمي معاها رزة صيادية او رزة بيض مع الخضار ده بيبقى طعم قوي ما شاء الله اكون انا بقى مسخنا الفرن بتاعي من فوقه من تحت ويسخن كويس قوي وبعدين نطف من تحت ويسيبه بقى على الشوية بس بس المهم الصينية تدخل على فرن سخني جدا علشان الخضار مش يجيب ميته ولا السمكة برضو تجيب ميتها وتنشف معي لاننا عاوزها مستوية كده وطرية وزي الزبدة بصوا بقى مفيش احلى من كده والسمك مش بياخد وقت خالص في السوى لما يكون تحت الشوية هتلاقوا لحم السمكاية خدت حميرة حلوة جدا ومستوية وطرية ومتبلة واخدت تدبيلة والخضار مستوي وزي العسل وخدت حميرة بسيطة جدا ودي السفرة بتاعتنا النهاردة كلها ايش ياجة ودلع كده وحاجة تفتح النفس ما شاء الله طريقة جميلة ولذيذة وسهلة احلى من ميتة مطعم سمك واكلة سهلة وسريعة وممكن تقدمي برضو زي ما قولنا معاه رز صيادية او رز ابيض مع الخضار ده بيبقى طاعم قوي ما شاء الله ودي من الاكلات اللي بننساها في البيت عندنا وبصراحة طالع تحف قوي بالطريقة دي وتندفع برضو في العزومات وكويسة للضايت برضو ما شاء الله وطريقة السمكة التانية ده ان شاء الله هبقى اعملهلكم في فيديو تاني باذن الله ويارب كده يكون الفيديو استفدتوا منه واتمنى لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ايمي فياريت لايك وشير وكومنت حلو منكم وسلام عليكم اشتركوا في القناة